مرحبا بكم أصدقائي في النص الوظيفي الثالث بعنوان هدية لصديقي لنستمع إلى النص سأل سمير أمه كم بقي من الأيام ليأتي العيد أجابت الأم باسمة لما تريد أن تعرف أتود أن نشتري لك رباثا جديدا ضحك سمير وقال لا يذهب عقلك بعيدا يا أمي إذن تريد أن تغتنم هذه المناسبة السعيدة لتصل الرحم بأقربائك وأصدقائك أليس كذلك؟ حسنا ما قلته لكنني أقصد شيئا آخر تعالي معي إلى غرفتي يا أمي رافقت الأم سميرا إلى غرفته وهي تتساءل في نفسها ماذا يريد هذا الولد النبي؟ ولا شد ما تفاجأت عندما فتح صوانه وأخذ منه حصالة النقود وقال وقال أحصبي معي عشرون درهما ثلاثون ثلاثون أربعون مئة مئتا درهم تلألأت عيناه فرحا وقال هل تعرفين ما سأفعل بهذه النقود؟ أجابته على الفور ستشتري بها حداء جديدا تنتعله صبيحة العيد الذي سيطل علينا بعد يومين فقط قال سمير نعم يا أمي سأشتري حداء جديدا لكن ليس لي بل لصديقي علي من جارنا الفقير عانقت الأم سميرا وقالت هكذا أريدك يا بني أن تكون دائما عطوفا على المساكين والفقراء رؤوفا بالعجائز والضعفاء تمد لهم يد العون وإلا لماذا نحتفل بالعيد إذا لم يشاركنا الآخرون سرورنا صباح العيد نهض سمير باكرا وذهب إلى منزل صديقه علي أياه وهنأه بحلول العيد وأهداه الحداء وطبقا مملوءا بالحلويات كم كانت فرحة علي كبيرة بهدية العيد والآن نمر إلى أنجز وأقرأ أدمج المقاطع لتكوين كلمات المقاطع الأولى العيد الكلمة هي العيد المقاطع الموالية هي مناسبة نقوم بدمج المقاطع فنحصل على مناسبة المقاطع الموالية لناصلة نقوم بدمجها فنحصل على لناصلة المقاطع الأخيرة هي را حي ما نا نقوم بدمجها فنحصل على راحمانا نقوم بقراءة الكلمات ونقوم بجمعها مع بعضها البعض فنحصل على العيد مناسبة لنصل راحمانا ننتقل إلى أعوض المقطع الأولى في كل كلمة بما يناسب دا أو با شباب إذن نزيل المقطع الأول ونعوضه ب دا فنحصل على دباب شرق نزيل المقطع الأول ونعوضه ب الباء فنحصل على برق شممت نزيل المقطع الأول ونعوضه بالضاد فنحصل على ضممت شاكية نزيل المقطع الأول كذلك نعوضه بحرف الباء فنحصل على باقية ننتقل إلى أجزئ كل كلمة إلى مقاطع أقارب نقوم بتجزئها فنحصل على أقارب عشرون نجزئها كذلك فنحصل على عشرون فقراء أيضا نجزئها نحصل على فقراء أُن والآن ننتقل إلى أُنمي معجمي أولا أشرح نبيه معناها فطن ذكي تغتنم معناها تنتهز أجابت على الفور معناها أجابت حالا تنتعل معناها تلبس نعلا أو حداء ثانيا أملأ خريطة كلمة صرور صرور نوعها اسم مرادفها سعادة ضدها حزن تركيبها في جملة إذن نقوم بتركيبها في جملة نقول مثلا أحسا كريم بالصرور بهديته الجديدة نمر إلى ثالثا أضع الكلمة المناسبة في كل جملة الكلمات التي لدينا أهداني وهداني الجملة الأولى نضع هداني صديقي لفعل الخير إذن هنا معناها هو أنه أرشدني الجملة الموالية نكتب أهداني أخي كتابا بمعنى أعطاني نمر إلى الكلمات الموالية حسبت 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 إذن الجملة الأولى حسبت نقودي بمعنى قمت بعدها وحسابها الجملة الموالية حسبت العيد قريبا بمعنى أنني ضلنت أو اعتقدت أن العيد قريبا إذن نقول حسبت العيد قريبا نمر الآن إلى أفهم رابعا أجيب سأل سمير أمه ماذا قال الجواب سأل سمير أمه قائلا كم بقي من الأيام ليأتي العيد السؤال الموالي متى تفاجأت الأم الجواب تفاجأت الأم عندما فتح صيوانه وأخذ منه حصالة النقود السؤال الموالي ماذا سيشتري سمير بنقوده الجواب سيشتري سمير بنقوده حذاء جديدا لابن جارهم الفقير السؤال الرابع والأخير ماذا أهدى سمير لعلي الجواب أهدى سمير لعلي حذاء وطبق مملوء بالحلويات ننتقل الآن إلى أحلل خامسا أضع علامة قبل زمان النص لدينا ليلة العيد يوماني قبل العيد أسبوع بعد العيد صباح العيد الجواب الصحيح هو يوماني قبل العيد وكذلك صباح العيد سادسا أستخرج من النص صفات أرادت الأم أن يتصف بها سمير الجواب الصفات التي أرادت الأم أن يتصف بها سمير هي العطف على المساكين الرأفة بالعجائز والضعفاء مد يد العون للمحتاجين إذا الآن ننتقل إلى السؤال رقم سبعة أرتب الجملة بالأرقام من واحد إلى خمسة لألخص النص الجملة الأولى هي وفر سمير مبلغا من المال الجملة الثانية فكر في شراء حذاء لصديقه الفقير الجملة الثالثة أخبر أمه بما فكر فيه الجملة الرابعة أثنت عليه أمه الجملة الخامسة والأخيرة أسعد صديقه صباح العيد نمر الآن إلى أنتج أشخص أنا ومن يجلس أو تجلس بجانبي سميرا وأمه ونردد الحوار الذي دار بينهما إذن هنا نقوم بتشخيص ما قام به سمير وأمه وذلك في القسم ننتقل إلى أبدي رأيي في تصرف سمير وقد نكتب مثلا أعجبني كثيرا تصرف سمير لأن مساعدة المحتاجين والفقراء خلق حميد أمرنا الله تعالى به وهو سلوك يدخل البهجة في النفوس والآن ننتقل إلى ألاحظ وأكتشف ألاحظ ما يأتي أنا فرحت أنت فرحت أنت فرحت هو فرحة هي فرحت لاحظ معي الضمائر أنا أنت أنت هي الفعل الذي يليها ينتهي بالتاء وحركة التاء تتغير من الضم إلى الفتحة إلى الكسرة إلى السكون بينما الضمير هو فالفعل الذي يليه لا توجد فيه التاء إذن أكمل حسب المطلوب أنا شكرت أنت نقول شكرت أنت شكرت هو شكرت هي شكرت لدينا أنت سمعت نقول أنا سمعت أنت سمعت هو سمعت هو سمعت هي سمعت ننتقل إلى أنت عطفت نقول أنا عطفت أنت عطفت هو عطف هي عطفت لدينا لدينا ضحكة نقول أنا ضحكت أنت ضحكت أنت ضحكت هي ضحكت هي ضحكت ننتقل إلى أختار كلمة من كل مجموعة لأركب أربع جمل تبتدئ بأسماء إذن الأسماء هي الموجودة في المجموعة الأولى نأخذ العيد نبحث في المجموعة الثانية على ما يناسبها العيد مفرد إذن قريب نكتب العيد قريب نمر إلى الكلمة الثانية الأبواني الأبواني مثنى إذن نبحث في المجموعة الموالية على كلمة مثنى نجد محبوباني نقول الأبواني محبوباني الأصدقاء هذه الكلمة جمع نبحث على ما يناسبها في المجموعة الثانية نقول الأصدقاء متعاونون إذن تبقى كلمة وهي التلميذات نبحث في الخانة الأخرى ونجد كلمة واحدة متبقية وهي مجتهدات إذن نكتب التلميذات مجتهدات وإلى هنا أصدقائي ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنص أترككم في أمان الله وإلى اللقاء أترككم في القناة